إلى أسواق المال حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية السماح لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الإلكترونية وذلك لتفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء وذلك بهدف التسهيل على المستثمرين بالبرصة أما على صعيد التداولات فأنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب هذا وقد ربح رأس المال السوقي خمسة مليارات ومئة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة وستة وسبعين مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته واحد وخمسين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 12 ألف وثلاثين واربعين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 بنسبة سبعة وستين من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 2316 نقطة كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 71 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 3385 نقطة